الان راح نتكلم عن القطع الاساسية القطع الاساسية اللي موجودة في الكرتونة طبعا عندنا القطع الاساسية اللي شد باجي القطع تركب بالشكل هذا مسننه قبل لا نركبها طبعا نركب القطعة اللي نرغب في استخدامها حسب القياس اللي موضح عندنا عندنا تقريبا 1 2 3 4 5 6 قياسات مختلفة ممكن نثبت الخامة اذا كانت في قياس مقارب او نستخدمها لتثبيت بعض الاكسسوارات الثانية مثل هذه القطعة او هذه القطعة ونستخدم معاها القياس المناسب بعد ما نركب القطعة داخل نضغطها داخل نشدها بشكل يدوي بعدين نكمل عليها بالأدوات المرفقة معاها اللي هو مفاتيح الشد نشد نشد بشكل بسيط بعدين ندخل القطعة هذي ونكمل عملية الشد بالشكل هذا شوفوا الحن في دوران حر لازم نشد نشد لين تكفل معانا تكفل معانا القطعة بالشكل هذا هذي الحين قطعة ثابتة بشكل جدا متين طبعا هذي القطعة القرصية هذي فيها فتحات جانبية ممكن نركب عليها إذا ممكن شكل أقراص أو صحون أو أطباق نقدر نشدها ببراقي خلفية ونركبها ونشتغل عليها من جانب واحد بدون السنتر